السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات النهاردة حلقة مميزة الأهل والزمالك عملوا إنجاز كبير لأنهم يخرجوا بالنتيجة إيجابية من المغرب الأهل يكسب الوداد المغربي 2-0 سجل أهداف أفشا مجد أفشا وعلي معلول وفي الزمالك كان الجون عن طريق الزمالك 1-0 عن طريق كان بن شرقي بهدف بالرأس جميل الأهل والزمالك استطاعوا إنه في ماتش الزهاب إنهم يطلعوا بنتيجة إيجابية وده يريحهم في ماتش العودة إن شاء الله في القاهرة وبرم الزنبارح أو الأسيوت سابقا استطاع إنه يكسب 2 لفريق حرية الغيني 2-0 واستطاع إنه يوصل لنهائي الكون فيدرالية وعشان كده النواردة معنا رئيس القسم الرياضة في جريد في البلد أستاذ محمد عشور أهلا بك أستاذ حامل أستاذ محمد عشور أهلا بك أستاذ حامل عامل ماذا؟ نورني نرد سعيد بقى الكورة ملعبي فأنا سعيد لنت موضوع علينا رضا حبيب أنا كمان والله اللي معافش أستاذ عشور أستاذ عشور يعني من الأخ وأكبر أخ كبير بالنسبال والله وبيساعدنا كتير في البرنامج غير كده وبيساعد أي حد عموما وسبب قلبه الطيب حبيب ربنا يا كرم مش هتكلم عن هو كتير حبيب جاهل نجمل بعض في بيرامدز أو الأهل والزماكي ومجمع الفاتي والسد شافوا إزاي في البيت طبعا سيعد لنا موجود معاك نبدأ بالإنجاز الحقيقي هو فعلا نادي بيرامدز تأهله للمباراة النهائية للكونفدرالية ده إنجاز أول مرة في تاريخه يشارك في البطولة ويوصل للنهائي ومن هنا أكيد كلنا شوفنا حتى المستويات الموجودة بيرامدز هو الأفضل هو الأقوى هو المرشح الأول لكن إنه هو من المشاركة الأولى يتأهل المباراة النهائية ده الإنجاز ده الإنجاز صحيح؟ ده الإنجاز بنبارك طبعا لمجلس إدارة نادي بيرامز لعيبة الجهاز الفني بصراحة منظومة جيدة جدا وبسبب برضو الصفقات الكبيرة اللي كانوا جايبينها يعني في فترة قليلة نادي زيه جاب صفقات بسبب التمويل الكبير طبعا في بعض الناس بتهاجمهم لكن في النهاية هما بيحققوا إنجاز في الدوري ماشيين كويس بينفسوا على المركز الثاني يقدروا يلعبوا سنة الجاية دوري أبطال أفريقيا ينافسوا برضو على البطولة بيدعموا حتى الجميل فيهم إن هما مش وقفين عند خطوة معينة هما بيدوروا الأفضل من اللعيبة الأفضل اللي موجودة على الساحة المصرية بيجيبوها طبعا زيادة الأسعار وأسعار اللعيبة طبعا هما عندهم في النقطة دي اللي هو اللاب المال النظيف ما فيش قانون يحكم العدد الصفقات والأموال اللي بتصرف بالمبلغ دي والله هو المفروض فيه يعني هو المفروض فيه لكن مش عايزين نتكلف في الحتة دي خلينا نقول ده إنجاز ممكن نتكلف فيه بعد كله إنجاز طبعا مبارك لهم نتمنى إن شاء الله أنهم يحققوا البطولة لكن معلش هاعترض بس في كلمة الأهلي والزمالك عملوا إنجاز الأهلي والزمالك دايما مكانهم الرئيسي في النهاء البطولة الأهلي دايما متعود أكتر فريق واخد دورة أبطالة 8 مرات الزمالك واخد 5 مرات أعتقد مش إنجاز لكن نتيجة إيجابية دايما كنا بنقول إيه اللي بتخاف منه ما يجيش أحسن منه لما عرفنا إن الأهلي هيلعب الوداد الزمالك هيلعب الرجاء ده دير بشمال أفريقيا المنافسة دايما وأول مرة كمان النهائي ده يبقى حاجة جميلة جدا وبالذات بقى الماتشي أهلي وزمالك إحنا بنشوف كاس مصر الدوري بيتحافل على بعض يوم شهر أو شهرين تخال بقى النهائي ده يكسب ده فتحفيل سنتين على الفرقة التانية معروفة طيب بس خلال نتكلم بس في الماتشي الزمالك مو ما نسبقش الأحداث الكرة فيها كتير طبعا بنتمنى من كل قلبنا إن الأهلي يكمل ويوصل للنهائي الزمالك برضو يكمل ويوصل للنهائي لكن أنا بس عايز أرجع لي إن دايما كانوا بيخوفون الوداد فريق قوي الرجاء فريق قوي اللي شوفنا في أرض الملعب مختلف عشان كده بنقول يا جماعة الأرض الملعب أو التسعين دي هي الفيصل الأهلي عمل مباراة في غاية الروعة بصراحة الأهلي سجل الهدف الأول في أول أربع دقايق مسماني وإنجاد صحاجة جميلة جدا والأداء البدني جميل جدا وأنا مع بعض الزملة اللي قانوا إن مسماني أفضل صفقة لإنجاد الأهلي اللي هو التعاقد مع مسماني زي ما نقول خلاص عايش في أفريقيا وفاهم النادي الأهلي جدا 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 يا جماعة الناس اللي كان بتحضر ماتشاط الأهلي وساندونز مسماني كان دايما بيتكلم عن النادي الأهلي بطريقة لو عارف قيمة النادي الأهلي وده مشكلة بتواجه النادي الأهلي ونادي الزمال حتى لما بيجيبوا مدربين من أوروبا بيقواوا عارفين ممكن النادي الأهلي نادي كبير بس جايين عشان المسلا بس مش عارف القيمة الحقيقية طبعا النادي وشغلهم آه يعني صحيح زي ولاد النادي آه لا غير كده أنا هو مش عارف قيمة النادي الحقيقية لكن مسماني أنا كنت بحس فعلا أنه هو النادي الأهلي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا 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 هو كبير طبعا مسماني كان بينزل في الماتشاط مدير فني نازل بيصور جماهير نادي الأهلي مستغرب بقول يا جماعة أنا ما شفتش كده في الدنيا فأعتقد نادي الأهلي أقلو حلم أنه هو يبقى مدير الفني لنادي كبير زي نادي الأهلي بداية أكتر من ممتازة أنه هو يقدر يفوج على الوداد في المغرب بهدفين نتيجة ممتازة جدا 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 نقدر نقول مش عايز أقول مبروك لكن أعتقد صعب جدا الوداد يقدر يعمل حاجة هنا في القاهرة خاصة أنه احنا شفنا خلاص أداء الفريق دايما باعتمد على زبزب آه دايما باعتمد على القراط التي هي الطويلة العالية والكلارديات آه والعابل هي المباشرة من خارج منطوط الجزاء واحد من التكلم عن المطشي الأهلي ونبدأ بمطشي الأهلي والوداد ده هنريد تصور المطشي الأهلي والوداد والأهداف اللي كان متحصلت هنتكلم بأن نمسك نقطة نقطة أن يجون أفشا كله متوقع أنه هيقطع كورة هيرروح عن دجون وخلاص بره وضيعها أنا عن نفسي وأنا بفجأة عن مطشي الكورة هضيعها زي ما نشوف إحنا أنا خايف والله أنا بباصس زي كورة حسين الشحات في آخر المطشي أعتبر ياها أنا متوقعت كده لا ويسا أقول لك أول حاجة الضغط الضغط على فريق أنت رايح بتلعب مع فريق الوداد والوداد ليس خسران الدوري في آخر أسبوع في المغرب أنك خلاص الفريق نازل عايز عوض بقى عايز صالح جماهير وزي ما بنقول أنك تنزل وتضغط على مدافع الفريق على فاكرة ديتها علامات مدرب المدرب أكيد قاري الفريق كويس يسأيله أنه عندهم مشكلة في حيث الدفاع يضغط عليهم يقفشا مش ضغط كده منهم وكمان لأ المدرب الثماني كان عنده عقدة مع الوداد آه طبعا سنين آه ما قدرش يكسبها حكم مرة برضو خمس مرات لأبودة برضو ما قايفش يكسبهم آه آه لكن طبعا مع الأهلي إن شاء الله حاجة تانية كان برضو الكسر العقدة في الملعب الملعب كان آخر فريق مصري يخسر في الملعب محمد الخامس بتاع الوداد كان الزمالك لقالي حقق النقطة دي يقوله كان 25 ماتش نكسبش كان بيكسب على الملعبه كان أول خسارة لي على الملعبه يعني فعايز أقولك إن الضغط على الفريق في أول من أول مباراة ده إدى النادي الأهلي سيطرة الجون لما جاء طبعا إحنا دائما كنا نشوف إيه أنت جيبت الجون خلاص يرجع بقى وحاول لأ كان فيه هجوم فعلا آه وضيعنا أكتر من فرصة زي ما أنت قلت حتى حسين الشحات ضيع فرصة الجميل إنك نص الملعب إنك حتى مش 2-0 اللي هو جون جي والجون الثاني وخلاص لا تهجم لا أنت ماسك الملعب أنت مسيطر على المباراة فده بصراحة كان حاجة جميلة جدا تحسب لموسيماني في المباراة الأولى لي بنبارك طبعا لموسيماني وبنبارك لنادي الأهلي وأتمنى إن شاء الله المباراة بإذن الله من الجمعة اللي جاية كنا بنتمنى نحضر برضو معرفش الاتحاد الأفريقي برضو شوية قرارات صعبة كدا وعدم حضور إعلاميين لكن في النهاية بنتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي نتناقل بقى المطش الزمالك والرجاء المطش ده كان فيه أحداث كبير الزمالك وصيف الدوري رجاء بطن الدوري المغربي كان أقوى موسم للدوري المغربي رجاء ونهضة بركان المغربي والوداد كانوا 3 مسيطرين بقى فرق نقطة ونقطتين وهيكسب لقد أخر اللحظة في الديها التسعين كان تتويجي الرجاء الرجاء إزاي بقى الرجاء بالمستوى اللي هو كان مقدمه في الدوري يجوى صد الزمالك المستوى يهبط بصا حقولك مطش الرجاء والزمالك اللي صعبه أكتر مطش الأهلي يعني هو كده كده المطش انت بتلاعب بطل الدوري المغربي وبتلاعبه على أرضه فبالتالي انت محتاج تعمل نتيجة جبية الأهلي قبلها بيوم كسبان الوداد 2-0 فبالتالي صعب المأمورية على الزمالك لأن الرجاء عايز بقى يحافظ على سمعة الكرة المغربية مش معقول البطل والوصيف يخسروا يخسروا من الانديان فكان نازل الماتش بتحدي وش بجد يعني فعلا فريق الرجاء أفضل بكتير من فريق الوداد بصراحة عمل عمل مباراة ممتازة ده منادي الزمالك طبعا الهدف اللي جابه بنشرقي هدف جميل الزمالك برضو ضيع أكتر من فرصة هل تتوقع لو كان جنب بنشرقي ما حصلش أو ما جيش كان هيبكون فيه أهداف في المباراة يعني والله عادي يعني ممكن كان يكون فيه مباراة بس أعتقد لو جنب ما جيش كان أعتقد هيبقى التعادل هو نتيجة الأقرب أنا كنت متوقع قبل المباراة كنت متمنى طبعا الزمالك يفوش لكن التعادل كنت أشاهده هو الأقرب أنا بقولك أن الأهل صعب المباراة على الزمالك الزمالك فرح جماهيره زم أنت كنت تتكلم من شوية على حيث تبقى التحفيل وجمال الأهل وجمال الزمالك مع أن أنا ضد ده تماما يا جماعة أتمنى طبعا إحنا كلنا ضد التحفيل في المنافسات الأفريقية كلنا بنشجع المصر خلاص لما الأهل وزمالك إن شاء الله يتقابلوا في النهاء إيه أنت أهلاوي شجع فريقك أنت زمالكاوي شجع فريقك طبعا عارف أنك أهلاوي بس برضو كأهلاوي لأ من فاشل أبقى أهلاوي أغلط في الزمالكاوي حبايبنا أخواتنا وحبايبنا أستاذ ناصر الشيال بفجأة عني إذا ما تقدرش نتكلم طبعا طبعا فحيطة إنك الزمالك عمل نتيجة إيجابية طبعا ببريكله أتمنى إن شاء الله يتكمل بس هتبقى مورا صعب يعني مش معنا الزمالك فاز بره بره ملعبه بجد عشان فعلا أنا قلت إن الأهلي ليه سهل شوفنا أداء الوداد يعني شوفنا ما عندهوش أنياب يعني دايما بيعتمد بس على ما عندهوش غير الكرات وأحداد في الزمالك برضو كان إصابات السوري الرجاء الإصابات كان أثرت على ماشر الزمالك جدا يعني إصابات غير أحداد حميل أحداد بسبب انتهاء عقده فده كان هيأثر يعني أثر مع الرجاء كتير جدا عايز أقول لك إن أصلا المسابقة السانية دي أو بطولة دورة أبطال أفريكا والكونفتوريات السانية دي مختلفة طبعا كورونا والأزمة وفضل طبعا الكل كان متوقع حتى أن البطولة ما تكملش السانية دي لكن الانتحاد الأفريكا أصر أن هي تستكمل طبعا الأهل والزمالك وجههم مشاكل كتير أولها أنت بتلعب في الدورة كل ثلاث ماتشاط الجهادة على اللعيبة إصابات برضو كايرترون لما مش من الزمالك فيلر لما مش من الأهل برضو عملت مشاكل كتير كل الديعون سلبية أصرنا على الكريم السبعة طبعا أعلنوا أن فيه سبعة من نادي الرجاء لغد آخر بالليل كان عشرة وحتى أخبار أن المباراة بتاعت الزمالك ناقل اليوم تلاتين صح يوم تلاتين الزمالك لسه ما فيش قرار لا وعلى حسب صحيفة صحيفة الجمهورية المغربية كان فيه قرار مبارح لا ماش قرار لا كان فيه قرار تسريب للقرار يعني الصحفة المغربية دايما دايما شمال الأفريكا بجيب شمال الأفريكا بيجيبوا الأخبار قبل التحدي الأفريكي تعالشي السبعة تعالشي السبعة تعالشي السبعة فقالوا للماتش الرجاء والزمالك هيتأجل اليوم تلاتين وفي نفس اليوم ده الإسماعيلي والزمالك هلعبوا في الدور المصري إزاي هلتعامل التحدي المصري مع الموضوع ده طيب أولا المعلومة اللي عندي أن فريق الرجاء مجاش الكاهرة منعا على قرار من وزارة الصحة في المغرب التحدي الأفريكي من حقه أنه هيعمل مسحة للعبين الفريق لو لقى عدد مثلا أكثر من 14 لعب لأن المفروض 11 لعب وفيه 3 احتياطي لو موجود عدد يقدر يخذ المباراة الاتحاد الأفريكي مش هيأجل المباراة وحتكون فيما عادها يوم السبت طيب قرار الحكومة يأثر على التحدي الأفريكي؟ لا ما قلت تحدي الأفريكي خلاص أنت أنا عملت مسحة للعب ولقيت فيهم عدد يقدر يشارك 16 واحد بس هما في الثريق القايمة يقدروا يخذ المقامة والاتحاد الأفريكي محدد محدد أنا لو أنت عندك 14 لعب ما عندهمش الفيروس لا يقدروا يكملوا الموضوع يبقى عامل زي الماتش الهلال السعودي وردو كان لصابة الكورونا بس كان عدد كبير 8 أو 7 بس هما العقومة لكن هنفترض أن الاتحاد الأفريكي أجل المباراة وهتبقى في نفس معاهد مثلا موارد الزمالك والإسماعيلي أعتقد ساعتها لاتحاد المصري حي أجل مارش الزمالك خاصة أنه أعتقد الدوري خلاص يعني المركز الثاني وما يعتمدوا بقى على النقط بس المشكلة للمركز الثاني والثالث آه ما أنا بقول برضو الزمالك لأي الفترة اللي جاية تتكلم عن أهل الزمالك الفريق الثالث المصري الأسيوتي سابقا وبرامجز حلقاني برامجز مبارا عمل الأداء جميل جداً كسب حراية فرق كوناجريني الغيني 2-0 وقدم أداء مستوعالي جداً انت شايف إزاي ممكن نكسب كونجرين بص احنا ما نسيناش برامجز احنا بدأنا حتى البرنامج معاك ان احنا نبارسله بس الأهل والزمالك ده شرق لكن احنا اتكلمنا عشان برضو ما نبقاش ما اتكلماش عن برامجز احنا بدأنا وقلنا ان هو فعلا حقق إنجاز بوصوله للمباراة النهائية طيب برامجز الأفضل برامجز إمكانياته أعلى من الأندية اللي موجودة بكتير برامجز حتى لو تتابع مشواره من بداية البطولة في دار مجمعات كسب خمس مباراة في دار مجمعات عمل نتاج بصراحة جميلة لا مجموعة اللعيبة جمعة دلوقتي الأسماء ما بقتش دي الأول اسم اللي هو بيخد لا اللعيبة مجموعة اللعيبة اللي معاك ايه صح برامجز عنده في كل خط ما شاء الله ما يعني حياستر مرمجز عنده مجاب إكرامي ورمضان مفاتحي لا برامجز عنده عنده اللعيبة هو أفضل من حرية كوناتري هو أفضل من الأندية حتى اللي موجودة أعتقد هو تجربة زي منشستر سيتي باريستان جيرمي هي تجربة داخلة في نفس السياب هتستمر ولا يعني الله أعلم الله أعلم ممكن أن أعتقد في يوم من أيام برامجز ياخد الدوري بسبب الأسماء الكبيرة أنا أتوقع أنه في الخلال الخامس سنين اللي جاي برامجز لو ميش في نفس الطريق هياخد الدوري ويمكن مش عادة أبقى مبالغ أقول لك أنه ممكن ياخد دوري أكثر من سنة وربعة لو مش بنفس الطريق فاندم على أنه ورصنا بس الأهلي طبعا ما أنا أقول لا أستخلي بالك برامجز ياخد أفضل اللعيبة الأهلي عنده عنده لمدة معين في أسعار اللعيبة أنا اللعب عندي مفروض أي مفروض يتحط قانون مالي ونظيف مفروض يتحط لو كده ممكن أجيب لك نمار ولك يلعب معانا كمانين أصف مليار جنيه وأخليك برامجز مثلا أو أي فرقة في الدور المصري طول ما نش هيتحط القانون مالي أو اللعب النظيف فهيحصل بلاوي بحيحصل مشاكل كبيرة ما أنا قلت لك ده المفروض يبقى موجود زي حتى دول دول أوروبا موجودة المفروض يبقى موجود لكن بنتكلم على الوضع اللي إحنا فيه برامجز إمكانياته أفضل برامجز الدور حتى السنة دي لو تتابع حتى برامجز يخسر نقط نقط كتير من فرق اللي هي المتصفة الجدول واللي هي تحت اللي حابتها أه لكن لو فعلا كان بيقدر يتعامل مع المبارات دي زي ما بتعامل مع المبارات الكبيرة أعتقد برامجز كان نفس الأهل على الدوري يعني خاصة الأهل هو كان أقرب من نفسين هو المقولين فبرامجز الأقرب للتتويج وعلى فجرة أنا قلتها من بدري أنا قلت حتى دور المجموعات قلت برامجز السنة دي هو بطل الكونفترالي والزمالك برضو عمون مفجأة أنه يطلع من مركز الرابع للمركز تاني ده مفجأة الموسم دي يعتبر يعني هتدع للزمال كوامل إننا لا لا خوالف لا أنا قصدي اللي هم كانوا بيقدموا مستوى مزبزب فإنهم يطلعوا مركز تاني فده إنجاز جميل والله ممكن نقول ضعف المنافسين ممكن برضو ضعف المنافسين مقاولين والبرمت ذاهبته خلينا نقول إن الزمالك فريق قوي فريق محترم إن هو يبقى موجود في المركز التاني أو ينافس على البطولة طبعا ده موجود يعني زمالك في المركز الرابع صعبة قوي يعني زمالك يختمر رابع مركز دايما مركز التاني محجوز لكن الكرة مفاش يعني فيها مفاجآت كتير زمالك بدأ كان فيه برضو بعض النتاج كاتسلبية لكن قدر بعد كده يرجع تاني ويحاق نتاج جابية ويوصل حتى المركز التاني بينافس حتى مع بيرمت ذاهن بيرمتز هل شايف إن الأهل والزمالك وبيرمتز فرق مصرية وصلوا النهائي إن شاء الله هيوصلوا إلى أهل والزمالك دورية بطالة أفريقيا هل سيطرت المصريين على الكورن الأفريقية هل ده يفيد المنتخب؟ أكيد أكيد طبعا يعني أولا لأول سنة تهلت فرق مصرية يتأهلوا النهائي إن شاء الله أولا بصها عند النقطة هل مين أقوى أو مين أفضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي هتلاقي دايماً علم علوي تونسي هتلاقي أجوي هتلاقي ديانج اليو بعد جي هتلاقي دايماً مشكلة إنه أفضل اللاعبين اللي موجودين أولين أنت بتعتمد عليهم أكتر وهم كلهم أجانب فإذا مشكلة زي حتى زمالك بن شرقي والمعلومات التحدي المصري سنة جاء أعتقد حيقلل عدد الأجانب ده خطوة إيجابية وبرضو زمالك نفس الكلام زمالك والأهلي عنده بن شرقي عنده ساسي برضو عنده أفضلية برامد زي يمكن الأفضل شوية عنده أكتر من اللاعب حتى كان الأخبار عند كابتن حسنا البدري في الفترة اللي فاتي كان هيخد عدد كبير جداً من اللاعب من نادي برامد بصراحة بيقدمه مستوى متميز بصراحة يعني حاجة جميلة جداً فأكيد حيفيد المنتخل أتمنى بس يكون فيه تعاون بين الأندية أتمنى يكون فيه تعاون بين الأندية وبين الجهاز الفني المنتخب ومش عايز أتكلم في حيطة كابتن ربيع سين طبعاً ألا يا شباب للأسف كل نادي ومخدق أهنا الدوري والبطولات اللي احنا بنشتغل عليها كلها عشان تيخدم المنتخب فما يجيش في الآخر المدير الفني المنتخب يطلب منك لعيبة وتقول لا فده صعب جداً بصراحة أتمنى يكون فيه تعاون أكتر من كده بين الجهاز الفني وبين الأندية طبعاً بنتمنى توقفي الفترة الجهة طبعاً للكابتن حسام البتري إن شاء الله هناخد فاصل هناخد فاصل بسيط سريع كده وهيكون معنا ديف تاني وهو الصحفي علي المصري هنخلص فقراتنا دي وهنتظر فقرة تانية وننتكلم عن مواضيع تانية في الريارد المصري هناخد فاصل ونعود استنونا يعني لكم بعد الفاصل وزي ما تكلمنا في البداية عن الأهل والزمالك وبين رامد النهاردة هنتكلم عن باقي المشاكل اللي بتواجه الدور المصري والكورة المصرية والكورة الأفريقية مبدئياً قبل في البداية وأستاذ عشور كان دفنا في الفقرة الأولى في الدفتة في الفقرة تانية ويدوف علينا أستاذ عالي المصري محرر صحفي جديد في البلد أهلا بك يا أستاذ علي أخبرك إيه؟ عامل إيه؟ نورني هنتكلم عن فرق السعيدة النهاردة الفرق السعيدة زي الدور المصري زي سنومكا كيلوباترا زي نادي بنك مصر ونادي غزل المحلة طبعاً البنك الأهلي البنك الأهلي البنك الأهلي ونادي غزل المحلة المحل المدينة أستاذ عشور اللي ننورنا النهاردة فريق يعني فريق فهنتكلم عن الفرق السعيدة وإزاي هتقدر تحدث تغيير في الكورة المصري وفي الدورية أستاذ عشور كلمنا في الأول عن فريقك بقى نتكلم عن فريقك فريق غزل المحلة حل غزل المحلة هتقدر تعمل تغيير في الدور المصري من أولها كده طيب في البداية طبعا بنبارك لنادي غزل المحلة مجلس الإدارة الكابتن خلد عيد اللاعبين مجموعة اللاعبين كانوا بصراحة وكانوا رجالة جدا طول المسيوم على الصعود غزل المحلة مكانه الأساسي في الدوري الممتاز مكانه دايما بين الكبار لكن لما نتكلم عن محلة نتكلم عن المشاكل نتكلم عن مجلس الإدارات إزاي يهتموا بكورة القدم إزاي يهتموا بفريق الكورة إزاي يستغلوا النادي غزل المحلة نادي كبير نادي عريق من أفضل الأندية اللي موجودة في مصر من الفرق اللي كسبت الدولة آه لكن خلانا نتكلم بقى مش بحبه دايما نتكلم طبعا التاريخي حاجة جميلة جدا لكن أنا عايز أتكلم دلوقتي عايزين يهتم يا جماعة يعني أتمنى من مجلس الإدارة نادي غزل المحلة يكون سمعني لازم يا جماعة نهتم لازم أن يكون فيه لعيبة على قد اسم نادي غزل المحلة لازم نادي غزل المحلة يبقى موجود دايما وسط الكبار مش نصعد للممتاز وطبعا أنا طبعا حزين طبعا لطنطن هي برضو نزلت للدرجة التانية مش عايز ده يحصل الموسم اللي جاي ونتكلم أن غزل المحلة نجا رجع تاني درجة تانية ديرسالة ديرسالة مش من صحفي لا ديرسالة من مشجع ومن مواطن محلاوي طبعا أنا أتمنى طبعا أن مجلس الإدارة يكون فيه تغيير يكون فيه دعم ليه الكبار قبل ما نكلم معنا اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أستاذ أشرف أهلا بحضرتك سيدة اللواء أهلا بحضرتك وطبعها بخير سيدة اللواء النهاردة في ديوفتي معي الصحفي جديد في البلد رئيس علي المطري ورئيس القسم الرياضي في جديد في البلد محمد عشور بنور حضرتك أهلا بحضرتك وكلمنا أستاذ اللواء عن صعود نادي بنك مصر البنك الأهلي للدور المصري تمام يعني الحمد لله من ربنا كرمنا كنا في القسم الثالث السنة اللي قبل اللي فاتت وربنا وفقنا وصعدنا للقسم الثاني بدأنا للشغل على هدف وعلى الطموح بتاعنا أن احنا نطلع للدور الممتاز عملنا الصغل اللي قدينا النتيجة اللي احنا عايزينها والحمد لله ربنا وفقنا وكلينا كتبنا للصعود السنة إن شاء الله بقول لحضرتك هل نادي البنك الأهلي هيكون في تغيير في الدور المصري هيحدث تغيير في الدور المصري السنة دي لا يعني أنا ما أتكلمش على تغيير في الدور المصري أنا أتكلم على تغيير في فقتي الفرقة بتاعتي إن شاء الله هيلقى يعني بإذن الله نشوفها بشكل مشرف نشوفها إن شاء الله بالشكل اللي احنا يعني خلينا مستمرين في الدور الممتاز مش هنبقى ضيوك شرف موجودين في الدوري إن شاء الله هكتبه فريق كويس ومشرف عشان اسم المؤسسة العريق البنك الأهلي اللي احنا بنحمل اسمه بإذن الله هل تعيين كابتن محمد يوسف لاختياره إزاي تم اختيار كابتن محمد يوسف وإزاي تم تعيين الجهاز الفني واختياره على أساس إيه والله يا حضرتك يا جوجد احنا يعني أعدنا أنا ولجمة الكورة ومجلس الإدارة استعرضنا عدد من السيار الزافية للمدارين الفنيين اللي كلهم على درجة عاية جدا من الكفاءة والإخلاص في العمل بدأنا نحدد احنا عايزين ايه السنة الجاية عايزين فريق مشرف عايزين فريق يستمر في التوري وحسينا ان احنا يعني كابتن محمد يوسف وجواز المعاون هو أقرب واحد ممكن لنا الطموح بتاعنا ومن هنا كان يعني الاتفاق معاه على تولي المهمة الفنية للفريق بتاعنا إن شاء الله كان أستاذ محمد عشور كان عنده سؤال لحضرتك ممكن وضعه لك سؤال تلوى طبعا في البداية ببريك لك وكان لي الشرف أنها لأنا كنت موجود في المؤتمر الصحفي لتقديم الكابتن محمد أنا شوفتك كنت موارنا حبيبي يا سؤال تلوى حبيبي حبيبي السؤال طبعا البنك الأهلي الموسم اللي جاي اللعيبة طبعا حضرتك ما قلت لناش أسماء اللعيبة هل نقدر دلوقتي ناخد صبق البرنامج أن يكون في أسماء لعيبة هل هيكون كابتن محمد يوسف وعلاقته بالنادي الأهلي لها دور نحن نلاقي بعض نجوم بنادي الأهلي موجودين في البنك الأهلي فازمحمد إحنا طبعا إحنا بالشغل بأسلوب علم أنا طلبت من الكابتن محمد أنه هو يشوف الفريق القوام الأساسي للفريق بتاعنا اللي صعب بنا يشوفهم على أرض الواقع في الملعب ويبدأ يحدد هو مين اللي هيستمر معنا وعلى ضوء التعريف بتاعه اللي هيقدمه لنا هنبدأ نشوف هو إيه الملاكز اللي هو محتاجها ونبدأ نشوف بعد الملاكز نبدأ نشوف الأسماء إيه اللي لنا الغلط يعني هل في أسماء معينة تم الاستقرار عليها ولا لا خالص خالص أنا مستني بس لما هو يقول لنا الأول يعني يشاهد القوام الأساسي للفريق يشاهده على الطبيعة ويقول لنا رأيه إيه بالنسبة الكابتن برضو كان قال ده في المؤتمر الصحف إنه هو حيشوف الأول مجموعة اللاعبة حيشوف من اللي هو يستقر عليهم ومن اللي هو الأماكن اللي هي محتاجة يدفع لفترة الجاي طب ست الوقت كلمة طبعا لأنديت نادي الأهلي والزمالك وبرومت كطبعا حدرت القوامة يعني بعد تأهلهم ليه نهاء إن شاء الله يعني المرش الجميع العودة عملت فيه بتروت الأفرق يعني حاجة مشرفة وحاجة مشرفة للكرة المصرية كلها وده عهدنا دايما بالفرقة الكبيرة إنها دايما بترفع عالم مصر إنها بتلعب اسم مصر وإن شاء الله أنا على يقين إن شاء الله كاس دوري الأبطال وكاس الالكوفيدرالية بإذن الله هيكونوا مصريين إن شاء الله إن شاء الله طب سؤال لحضراتك هل تم استقرار على المركز أو الخطة المبدئية المركز اللي أنتم ممكن تبصلوله في كموسم أولي في الدوري المصري لا ما تدراش أنت طبعا يعني ما تدراش تحدد مركز لكن إحنا نعيدكم إن إحنا إن شاء الله هنكون فريق مشرف إن شاء الله نحافظ على وجودنا بصورة مشرفة في الدوري الممتاز بإذن الله بإذن الله بإذن الله حضراتك عادي سدف حاجة أستاذ عشور طبعا مع صعود بيرامز طبعا وبرضو بيرامز من الأندية الحديث على الدوري الممتاز هل في طموح للنادي إن هو في السنوات القادمة إن هو يشارك في بطولات أفريقيا طبعا ده طموح وحصل قبل كده طموح مشروع طبعا وإن شاء الله بإذن الله كلنا عبدين برضو النصيب ويبقى المسيرة بتاعتنا يعني المسيرة موفقة ونوصل لبطولات أفريقيا بإذن الله إن شاء الله بتوفير لحضراتك ساعدت بيكم ويوم ساعدت إن شاء الله إحنا أسعد بإذن الله وبشكر حضراتك النهاردة على مكلمتك ونتمنى نتوفير إن شاء الله للبنك الأهل شكرا زي ما سهمنا إحنا البنك الأهلي داخل بقوة البنك الأهلي داخل إنه هيامل تحديث للقرة هيامل تحديث للفريق داخل بقوة أستاذ علي بقى إحنا رجبنا عليك شوية بس رجعناك تانية شايف عودة سعود البنك الأهلي وستيراميكا كيلوباترا والفرقة الثالثة غزل محلة ما ندرش إن السياحة طبعا شايف الموضوع ده هيحدث تطرف للقرة المصرية أكيد طبعا هيبقى فيه من وجهة نظر يعني يبقى فيه منافسة قوية جدا خصوان إن الفرق اللي لسه صعدة دي سواء غزل المحلة أو سراميكا كيلوباترا أو البنك الأهلي طالعين بقوتهم وكل فريق عايز يعمل حاجة وعايز يحدث فرق يعني زي ما احنا شفنا اللي هو أشرف نصر عايز عايز إن هو يعمل حاجة للنادي عايز عايز كمان يحصل على مركز كويس في الدوري ويبقى في الدوري ويدي الشرف وكمان بالزبط نادي غزل المحلة طبعا كابتن خالد عيد قيمة طبعا قيمة وقامة كبيرة جدا ومش نقدر نتكلم على تاريخه ومش نعم نتكلم على تاريخه كل ما يمسك فريق بيحدث معه فرق كبير جدا كابتن خالد عيد السنة دي عمل حاجات كتير جدا في نادي غزل المحلة يمكن الناس ما خدتش بالها منها نفسها كمان يعني كانت صعبة جدا نفسها كانت صعبة جدا وظروف الكورونا وحتى الظروف المادية بتاعت نادي غزل المحلة وغير كده دوري الدرجة التانية مظلوب بالزبط ما أنا بقولك الظروف المادية ما تأهلوش إن هو يعمل الطفرة اللي هو عملها في نادي غزل المحلة ومع ذلك قدر وتغلب على الكلام ده كله يمكن جمالي المحلة كانت بتهاج مفترة كبيرة جدا عايزين نغيره وعايزين نادي غزل المحلة فين الكلام ده كله ولكن هو قدر يتغلب على حاجة زي كده وقدر يصعد بالفريق للدوري الممتاز نادي سيراميكا كيلوباترا برضو يعني هتكلم عليه برضو أول مرة في تاريخه عمل طفرة برضو عمل طفرة كبيرة جدا جدا في دوري الدرجة التانية واعتقد إن هيكون ليه دور كبير جدا في الدوري الممتاز هيخلي فيه منافسة في الدوري هيخلي فيه حافظ لكل الناس إن كله عايز يبقى موجود هنشوف إن شاء الله الدوري الممتاز وفيه دعم يا عالي الإنجال سواء سيراميكا أو البنك الاهلي فيه دعم سواء محمد أبل أنين طبعا رجل أعمال كبير مع سيراميكا أو البنك الاهلي طبعا 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 هيكون فيه دعم أعتقد إن اللاعبين هيخدوا إعارات من أهلي وزمالك كتير جدا أعتقد يعني من خلال الحاجات اللي جات لي النادي سيراميكا لوباترا ونادي البنك الاهلي خصوصا هيخدوا لعيبة شباب كتير من البنك الاهلي من الامناد الاهلي يدعموا بيون التطريق لا عمار حمدي عمار حمدي كان بدأ في في إفتماس في أخبار كمان وحسام عشور برضه وحسام عروض الإنجال والحضري هيرجع بعد الحضري هيرجع عن اعتزال أصلا أعتقدش يعني لكن أن حسام عشور بيفضل بين البنك ومتحاد السكندري فدي خبرات فدور المسلم الجاهي بقى مختلف أعتقد أنه يبقى مختلف جدا إذن الله زي ما كلمنا زي ما ذكر السكندري حسام عشور حسام عشور طبعا لشن عايز بس أوجه برضه رسالة لجماهير نادي غزل المحلة بصراحة آخر مباركة لغزل المحلة كانت مع الأولمبي في اسكندرية الجماهير عايز أقول لك في انتماك كبير جدا وفرحة وسعادة والله لأ بجد يعني بجد لما الجماهير بتقابل التوبيس بتاع الفريق من طنطة لغات المحلة ومسافة كبيرة جدا البدء عايز أقول لك كانت وقفة جدا بالفرحة انك بتسعد ده بجد المحلة المحلة جماهيرها جماهيرها عظمة جدا فانا بقدم التحية ليه محلوي بيكلم محلوي انه اذا بيكلم وبيشكر طبعا والله بهيد عن اي حاجة طبعا انت تشكع بلدك لو شفت وعب بتفرج على مطشم المحلة اللي صعده في الاخر ده مش قادر اقول لك يعني عارف ما كانتش شكه على الافريقيا بالشكل بتاع المحلة ايه ده شك لكني اقول لك المحلة هكتم م احنا انتكلم احنا لحنا لا لا احنا منكلم جميع النقاط احنا اتكلمنا عن الاهلي زي مالك بيرامدز محلة ما نفرقش من الاندية احنا نتكلم عن حسام عشور حسام عشور كان يعني تقدم له عروض كبيرة من الاهلي اللي خلاه يامل مثلا كذا موضوع يبعده او يخلي النادي الاهلي يلغي كراره لا لا خالص طيب اولا حسام عشور ما تقدم لهش عروض كتير ولا حاجة من النادي الاهلي ودي مشكلة حتى في الاندية نخلي بالنا ان احنا النادي بيتعاقد مع مدير فني المدير فني أجنابي بيقولك انا عايز اللاعب ده ومش عايز اللاعب ده وبقينة دلوقتي بنشوف المدير الفني سهل جدا يبقى متعاقد معاك ويمشي كده من غير اي حاجة يعني حتى ما عندهش حتى احترام للتعاقد بتاعه فبالتالي القرارات اللي هو خدها من اللعبة اللي هو اشتراها واللعبة اللي هو استغنى عنها النادي بعد كده اللي بيعاني من اللي استغنى عن حسام عشور فيلر انا مش عايزه فيلر فين دلوقتي مش موجود اللاعب. لكن تشاركه وما تشاركوش بتاعتك انت. لكن حسام عشور قيمة كبيرة جدا وتاريخ كبير جدا جوه النادي الاهلي. هل ده سوء? اه سوء اختيار من اللاعب ولا من الادارة? خبط كده. طيب بصة في في ناس جوه النادي الاهلي. اه. مجد اعلامي. اه. اعتقد هم السبب. هم السبب. مش عزين يجيب اسامي لكن فعلا هم السبب في اللي حصل. اه حسام عشور لما تكون نهايته كده بعد كل التاريخ ده. اه حاجة صعبة جدا بصراحة. معليش هو طيب. عندي تعقيب على النقطة دي. قبل. انت شايف ان هو مزرمش نفسه? يعني. بلايش كن زرم نفسه. بصي اصلا كلنا بنغلق. بس انت ما تتبحوش. طيب ما هو. انت ما تتبحوش. مشكلة. مشكلة عندنا هنا في جمهور النادي الاهلي. يعني. انت بعيدا عن المركز يعني ما بيه عن النادي الاهلي. في جمهور النادي الاهلي. هو هو اللي بيصنع. هو هو مغلطش. مغلطش في جمهور النادي. غير كده لأغير. يا جماعة سواني بس عشان ناخد الموضوع بوسط. هل حسام عشور غلط في الجمهور النادي الاهلي? هل اتكلم عن النادي الاهلي? ده ما اتكلمش ما اتكلمش. يا جماعة اتكلم على فيه اشخاص معينة في حاجات اتقلت له في حاجات نفزتش فيه شخص معين كان. ده كان بسبب توقيت. يعني احنا ما جينا ما جينا نراجع الفيديوهات بتاعة حسام عشور. اه لما اتكلم فيها. هو قال ان الاه. ان هو مقدرش يستنى. انا ما اقولش يا جماعة. انا ما بقولش انه مغلطش. بس انا اقول ما تتبحوش. هو ماشي. انا مش هنتبح حد. الجمهور هو اللي دبحه. هو اللي دبح نفسه بحاجة. لو ما استناش قرار برضو. احنا كانوا بكلمينت حاجة. لو ما استناش قرار من رئيس مجلس ندي الاهلي. كابتل المحمود الخطيب. انه انه هيكمل او لا. ده مش مستشع. هو ده مستنون. ما اقول متفهين من الرجل يعني وصام عشور طول حياته ما شفناهوش اصلا. او كان سوشيال ميديا. لما بدأ يشاركو من سوشيال ميديا يعني خلصت عليه. ده بهله بالو يعني من اول ملاعب في الاهلي اول ما تلقى سوشيال ميديا. مبداش لابن سنة. سنة او سنة او سنة او لا. اصره وفرق جدا. اه اه. اه. احنا متفهين ان هو اخطأ. سوشيال ميديا. انا 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 احب يحب يحصي ماشور جدا بسرعة. انا طبعا. واتمنى اتمنى 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 يكون كيف. كان فاضل له تالب بطولات او اربع بطولات ويبقى اكتر تدويج بطولات في العالم. لا. كان يقدر. كان يعملها. مع الاهلي طبعا هيعملها. ومش حد. يعني خلق مهمت. الراجل كان اخطأ لكن ما ما تتباحوش زي ما انا بقول يعني. والنادي الاهلي بيتنا او بيت اللاعيبة فههه لما هتعمل حاجة كويس حيشيده بيك. ولكن فيه تاريخ. فيه تاريخ لللاعب لما يغلط غلطة ما تتباحوش. يعني اتمنى يعني يكون فيه مراجعة. اطبع النادي تتحرك. وحابة بوضيف حاجة ان الجمهور جمهور الاهلي او الزمالك هم اللي بيصنوا اللاعب. مفيش لعب صنع او طلع كده من نفسه. مهما كانت المهارات ومهما كانت بيلعب في انجلترا او رجع تاني. الموضوع مش كده. الموضوع ان الجمهور الاهلي والزمالك انك تفضل فلوس عليهم فده اكبر سبب ان مش هتكلم كثير tema او يعقف الموضوع بس ان جمهور الاهلي. Lab stehen بعيد عن حسام عشور انا العموما لا عموما شكل عام. ان العب في الزمالك او العب في الاهلي فضل الاومال عن الفرقة والساسال الاهلي والزمالك فده مشكلته هو و ان يخسر جميعاله الاهلي عشان فدي مشكلته أو جمهور الزمالك عشان فلوس فدي مشكلته وطبعا مش هيلاقي مهما كبر أو مهما عدة أمر ما هيلاقي زي جمهور زي الأهل أو الزمالك نتكلم بقى على موضوع أحمد فاتحي نفس الموضوع في نفس الموضوع كانت أحمد فاتحي مفروض كان آخر لي يوم 31 عشرة آخر فنانة عدو هل الأهل ممكن يجدد معي ويكمل ويلعب النهائي يوم 6-11 ولا في الموضوع وكمان انتقاله البرامج زي ما احنا شايفين هل انتقاله البرامج نهائي من أنه يلعب نهائي؟ طيب خلينا نشوف أنه في مشكلة لأحمد فاتحي ومشكلة عزم المام أحمد فاتحي عقده بينتهي وحداتي وحكذا لا لا مش بنقول وحداتي بيقول مع انتهاء المسابق الدوري الدوري اه لو الدوري بعد كده تأجلي يعني فممكن تبقى للسماعي لكن خلاص الراجل مسلا دوري حينتهي 31 فبالتالي عقد أحمد فاتحي مع النادي الاهلي بينتهي صعب الاهلي يجدد لأن الراجل أصلا قريد موقع لبرامج لكن مختلف شوية عن حزم إمام حزم إمام عقده فعلا بينتهي مع نادة زمالك ولسه مجددش لكن لأ هو عقده هينتهي هو لعب للزمالك لعب للزمالك ممكن يجدد ممكن يجدد اه هو مش مرتبط مش مرتبط بنادي اه لكن شوفنا الاهلي لعب من غير لحمد فاتحي طبعا حاني عمل شغل كويس ده جامل جدا ليه اه اتمنى التوفيق طبعا لحمد فاتحي في خضوات الجاية وكراره اتمنى التوفيق ليه فاتحي ونتمنى طبعا لنادي الاهلي ونادي الزمالك أستاذ علي كلمنا كان فيه أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولوبية هذا كده خر influence لا لا اخاليس حانا بنتكلم احنا على المحيد لا لا، احنا على المحيد لا لا، احنا بنتكلف مع المشاكل اللي موجودة في الوقت عالصحة ملطام منصور ولجنة الأولوبيا كان فيه قرار للجنة الأولومبية كان فيه لجنة باختصار انا هنكلم عن موضوع باختصار عشان وقت ماانا باختصار اللجنة الأولمبية كان طلعت ملطام منصور 평يث يتم منعه من какие نشرط الرئاس هذا اللي有 thờimente 4 سنين غرام 100000 جنيه وغرامة 100 ألف جنيه الأغرامة سهلة الموضوع هل قرار للجنة الأنبية ممكن يتطاين عليه؟ بص هو موضوع مرتضة منصور إحنا لما نجي تكلم عن مرتضة منصور نتكلم عن شخصي مرتضة منصور رئيس مجلس في دارة نادي الزمالك نادي الزمالك العريق الكبير ومرتضة منصور كرجل شخص كشخصي لو قعدنا إحنا نتكلم عن إنجازات مستشار مرتضة منصور في نادي الزمالك في جميع الألعاب الرياضية أولهم كرة القدم كرة اليد كرة السلة المنشآت تحب تقعد جوا نادي الزمالك بقى بيجيب لعيبة درجة أول إحنا الزمالك في العشر سنين اللي فاتوا دايما لعيبة أنا أسف في اللفظ كسر يعني كانش لعيبة تليق بنادي الزمالك ما احترمنا كل لعيبة ما احترمنا كل لعيبة ولكن دلوقتي الزمالك بيجيب لعبة بصف أول بصف أول ومبالغ كبيرة جدا لعبة دولية ولعبة دولية شفنا أشرف بنشار وشفنا ساسي وشفنا ونجم شفنا حتى أحمد سيد زيزو تعدم مستوى علي جدا 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 تطور أداء مصطفى محمد مش أنا يعيش عايزين نسحد دي الجزئية بتاعت مستشار مرتضة منصور في ناس الزمالك النقطة الثانية بتاعت مرتضة منصور كشخصه هو عنده مشكلة واحدة وهي لسانه ما بيقدرش يسكت أو ما بيقدرش ما يغلط باستمرار أو يعني دي دي اللي الناس بتعقب عليه فيها وفي الكل يعني بنشوف في الكل فالناس مشكلتها مع المستشار المرتضة منصور فيها في النقطة دي أعتقد لو هي اتسلحت الموضوع يبقى سهل ولكن الطعن هو الطعن كان خلال إسبوع من القرار وهو طعن في الحكم بس ما أعتقدش أن كان فيه برضو قرار اللجنة الدولية تقريبا الأولمبية الدولية تمام إن بتصدقها على قرار اللجنة الأولمبية المصرية هو قرار اللجنة الأولمبية راح فخلاص هم صدقها ده مفهول هيدا من إمتى القرار التطبيق هو التطبق القرار التطبق من ساعة ما القرار تطلق هل يبقى حتى حاول بعد كده يبقى التجواب إن هو يأجل أو يغير ملعب الماتشم من برج العرب للقاهرة كان برضو الجواب اللي كان موضب من ساتين متى شهر ترفض هو ما خلاص هي دي هي أزمة أه هي دي الأزمة وأعتقد الفترة الجاية يعني ربنا يصلح الأحوال طيب في النهاية أحب عايزك تواجه كلمة لنادي زمالك نادي الأهل النادي بيرامدز في المنافسات الأفريقية اللي نقادمه أتمنى أتمنى إن هم يطووا الصفحة القديمة بتاع التلفز على الوداد والرجاء في الزهاب خلاص وماتش وعدة ونشتغل في الماتش الجديد ونبدأ نشوف إن إحنا عايزين نكسب الماتش الجاي ما ننزلش إن إحنا بندافع أو كده ده أهلي وزمالك الكونفدرالية إن شاء الله بإذن الله أعتقد نهاي بيرامدز أقوى فريق والنهاي أهلي وزمالك إن شاء الله وساعتها بقى نبقى نشجع بقى نشوف إن شاء الله أستاذ عشور نفسك سويا فرطالة منصور ولا نختف لا 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 نوع كلمة للنادي الأهلي زمالك بيرامدز زي ما علي قال طبعا متمنى توفيق الكرة فيها كتير شوفنا قبل كده برضو النادي الأهلي وزمالك عمل وتجي جباية في مباراة الزهاب ويجوم في الكائرة لأسف خرجوا أتمنى زي ما علي قال إن هم خلاص يطو صفحة مباراة الزهاب عندنا مباراة جديدة الأهلي عنده يوم الجمعة اللي جاية الأهلي قادر لو خلاص نسي والماتش اللي فات وبدأوا ماتش جديد أعتقد الأهلي والزمالك قادرين هم يكملوا مسيرة ويقابلوا بعض في النهاية كأول مرة بإذن الله يتقابل أهلي والزمالك في مباراة النهاية أتمنى بإذن الله لما يكون إن شاء الله النهاية مصري أتمنى من الإعلام الإعلام ومعليش درسالة لأحد اللاعبين اللي طالع بيقول أنا أتمنى أن الوداد يهزم الأهلي أو هيكسب الأهلي 30 صفر هنا إن شاء الله حاجة صعبة جدا لو أنت مش عندك كلمة كويسة ما تقولهاش مشكلة نفسية يعني لو أنت راجل زمالكاوي ماشي مفيش مشكلة عايز زمالك يكسب البطولة مفيش مشكلة عايز الأهلي حتى يخسر من الوداد برضو مفيش مشكلة بس ما تطلعش على الإعلام وتقول الكلام ده يا جماعة بيعمل مساخة لبنبور خاصة أنت لعب ومشهور وخلاص لك اسمك ليه يعني ليه تطلعه معنا مش عارف هو أنت حتستفاد إيه لما تطلع تقوله الجملة دي يعني معلش أنت تاريخك مش عادة تكلم برضو وقل اسمه حاجة صعبة جدا يا جماعة أنا ببنح سمعتها انت إزاي يعني آه ده أنا كنت مراهن أن الأهلي هيكسب مش عارف إيه لكن يا الرب في النهاية تتوقع مين بعدها من هيكسب نهائي لو بين أهل وزمانك إن شاء الله بعدها من انتماء ها كخبرة صحفية أعتقد إن شاء الله الأهلي يكسب إن شاء الله أستاذ علي مره ما لاش حسابات السؤال ده غريب بس إنت لو توقع أنا عايزي الأهلي يكسب أن الأهليכ بس توقعك إنت أعتقد إن شاء الله الأهلي إن شاء الله إن شاء الله الأهلي أو الزمانك إحنا على أهاله محايد إن شاء الله أهلي في النهاية نختم حلقتنا نتمنى التوفيق دائم للأهلي والزمانك إن شاء الله في المهات الز Vine جمعة الجاي كان جامعة كان للزمانك أو الرجاء هيتأجل نتمنىوا من التوفيق وإن شاء الله يجسابوا وتلعوا بنتيجة إيجابية ووصوله النهائي نتمنى للفوز لبرنز في نائي الكونفيدرالية نتمنى للفوز والصعود بكرة مصرية الأعلى لمنصات التطويب نختم حلقتنا النهاردة وبشكر أستاذ محمد عشور رئيس القسم رياضي في جريت البلد بشكر أستاذ علم مصري في الصحفي المحرص صحفي في جديد في البلد انتظروه إن شاء الله حلقة جديدة جديدة في الأسبوع الجاية من البرنامج بين الكلمات كان معكم جيوس محمود